اشتركوا في القناة من جانبه اعرب الرئيس الجزائري عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الاخوية متمنيا لمصر حكومة وشعبا كل التوفيق والازدهار كما اجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس التونسي قيس سعيد لتهنائته بمناسبة حلول عيد الاطحى المبارقة دعينا الله العلي القدير ان يعيد هذه المناسبة المبارقة على تونس والامتين العربية والاسلامية باليمن والبرقية وان يديم على الشعب التونسي نعمة الامن والاستقرار وقد اعرب الرئيس التونسي عن خالص شكري وامتنانه للرئيس السيسي على هذه اللفتة الاخوية متمنيا لمصر وشعبها دوام الامن والاستقرار وكل التقدم والازدهار يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي جمرة العقبة الكبرى في اول ايام عيد الاطحى المبارقة ومن ثم استكمال رمي الجمرات في ايام التشريقة كان الحجاج قد باتوا ليلتهم في مشعر مزدلفة بعد ان افاضوا من عرفاته حيث ادوا الركن الاعظم من فريضة الحجة في مشهد ايماني مفاعم بالخشوع والسكينة وقعت اشتباكات في مناطق متفرقة من السودان بين الجيش والدعم السريع وسمعت اصوات اطلاق نار متقطع من اسلحة ثقيلة جنوب ام درمان وغرب العاصمة الخرطوم اعرب مجلس الامن الدولي عن حزنه لسقوط قتل مدنيين في الضفة الغربية المحتلة داعيا كل الاطراف الى تجنب اتخاذ اجراءات احادية يمكن ان تؤجج التوترات هذا واعرب المجلس في بيان صدر باجمع اعضائه الخمسة عشر عن حزنه لمقتل مدنيين هذا ودع اعضاء المجلس الى ضبط النفس للحد من التوتري وتجنب تصعيد جديد افادت وكالة الانباء الفرنسية باندلاع اشتباكات واعمال شغب بين قوات الامن ومحتجين على مقتل شاب على يد احد افراد الشرطة في ضحية غرب العاصمة باريسة هذا وقال مكتب الابدعاء العام ان المراهق البالغ سبعة عشر عاما كان يقود سيارة مستأجرة عندما اوقفه حاجز للشرطة وذلك لمخالفته قوانين السير قبل ان يطلق احد الافراد افراد الشرطة النار عليه عندما حاولوا الانطلاق بها مضيفا ان الضابط المتهم بقتل الشاب احتجز بتهمة القتلى اكد الامين العام لحلف شمال الاطلسي يانس سولتنبرج ان التكتل جاهز للدفاع عن نفسه بوجه اي تهديد من جانبي روسيا او بلا روسيا وذلك بعد استقبال مينيسك قائد مجموعة فاجنر العسكرية وقال سولتنبرج ان الحلف وجه رسالة واضحة الى موسكو ومينيسك خلاصتها ان التكتل موجودة لحماية كل حليف وكل شبر من اراضيه اعلن الرئيس البيلاروسي الكساندر لوكاشنكو وصول قائد قوات فاجنر الى بلاده على جانب اخر اتهم الرئيس البيلاروسي الغربة بمواصلة السعي لزعزعة استقرار الوضع في المنطقة بكل الوسائل وفرض قواعده الخاصة مشاهدين بهذا نكون قد وصلنا لختام الموجز ولمزيدنا من الاخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق اكسترا نيوز من خلال ابل استور او جوجل بلاي او من خلال الQR كود الظاهر على الشاشة شكرا على طيب المتابعة تقبلوا تحياتي اسراء العقاد الى اللقاء اشتركوا في القناة